السلام عليكم متابعي دراما سبورت فيديو اليوم حيكون صوتي وسريع عن أبرز نتائج مباريات اليوم ومنحكي شوي عن وضع المنتخبات يلا على التفاصيل من أبرز مواجهات المجموعة التانية من دوري الأمم الأوروبية شفنا مواجهة قوية جمعت تالت العالم منتخب بلجيكا قدام رابع العالم منتخب إنجلترا المنتخبين عم بيعيشوا فترات ممتازة وكل منتخب عنده تشكيلة بيقدر يواجه فيها أي منتخب بالعالم واللي بيميز المنتخب البلجيكي على الإنجليزي بأن أغلب لعيبته صار عنده خبرة دولية ممتازة بينما المنتخب الإنجليزي صار بيتميز على البلجيكي بالمواهب اللي صارت عنده مواهب جدا رائعة وشابة فيك تقول مدرب منتخب إنجلترا قارس ساوسكت صار بيحتار مين لازم يلعب ومين ما لازم يلعب المباراة انتهت بفوز المنتخب الإنجليزي على المنتخب البلجيكي بنتيجة 2-1 مباراة كانت متكافئة كان فيها الاستحواز للمنتخب البلجيكي بهالفوز صار برصيد منتخب إنجلترا 7 نقاط وبرصيد منتخب بلجيكا 6 نقاط المباراة التانية كرواتيا والسويد واللي انتهت بنتيجة 2-1 لصالح كرواتيا منتخب كرواتيا بعد خسارتين بنفس المجموعة قدام فرنسا والبرتغال عاد لسكة الانتصارات من جديد بأول مبارتين ما شارك مودريش مع كرواتيا لكن مع عودة لوكا مودريش بمباراة السويد تغير كل شيء فوز بعيد آمال المنتخب الكرواتي للمنافسة على صدارة المجموعة رغم تواجد البرتغال وفرنسا المباراة التالت اللي بدنا نحكي عنه بفيديو اليوم مباراة منتخب هولندا والبوسنى وانتهت بالتعادل السلبي من لما رحل كومان ومنتخب هولندا بتراجع مستمر منتخب هولندا استحوز على الكرة وسيطر بالطول والعرض على المنتخب البوسني لكن ما عرف يسجل اي هدف من 15 تزديده على المرمى بينما منتخب البوسنى واضح جدا انه رح يستمر بالمركز الرابع لصعوبة المجموعة الاولى يعني اللي بتضم مع البوسنى وهولندا منتخبات ايطاليا وبولونيا بنفس المجموعة الاولى واللي ضمت هولندا والبوسنى شفنا لقاء كبير بين ايطاليا وبولندا المباراة انتهت بنتيجة التعادل السلبي رغم الاحصائيات الممتازة للمنتخب الايطالي بالمباراة من حيث الاستحواز وعدد التزديدات على المرمى منتخب ايطاليا اسا عم يبحث عن نفسه وعن شكل جديد مع مانشيني بينما المنتخب البولندي دائما بتلاقيه فريق صلب وبيعزب اي منتخب عموما الظاهر هالمجموعة رح تخبي كل اسراره للجولة الاخيرة بهذا التعادل حافظت ايطاليا على المركز الاول برصيد خمس نقاط وبفارق نقطة عن بولندا وهولندا بالمجموعة الثالثة مجموعة الموت فينا نقول ان فيها فرنسا البرتغال كرواتيا والبوسنا مجموعة صعبة جدا وكان فيه لقاء بين الكبيرين البرتغال وفرنسا وانتهت بالتعادل السلبي هاي المباراة بصراحة تابعتها بالشوط الاول وكانت مملة جدا وما بتحس اللعيبة متحمسين للمباراة علما اللي بيفوز بيبتعد بالصدارة عن الثاني بس الظاهر كانت النية انه يتعادلوا وبعدها يكون حادث حديث بهذا التعادل استمر المنتخب البرتغالي بالصدارة بفارق الاهداف عن المنتخب الفرنسي برصيدهم سبع نقاط وبعد المنتخب الكرواتي بأربع نقاط والبوسنا بلا اي نقطة بالمجموعة الثالثة من القسم الثاني من بطولة دوري الأمم الأوروبية كانت في مواجهة نارية بين روسيا وتركيا وانتهت بالتعادل الإيجابي واحد واحد روسيا بهذا الفوز حافظت على الصدارة بينما المنتخب التركي صار بيحتاج للمعجزة للتأهل للدورة الثانية من البطولة وبظن صعب جدا يتأهلوا وهذا كل شيء حابب أحكي عن أبرز نتائج المباريات بشكل بسيط وسريع بتمنى يعجبكم الفيديو وتكونوا صحة وخير وسلامة